هل تشعر بالقلق بسبب قرب الاختبارات؟ لا تقلق فهذا أمر معتاد ومتوقع بل ربما يكون مفيدا لتحفيز النفس على الاجتهاد ما لم يصل إلى حد التشويش فتوكل على الله واجتهد قدر المستطاع ولا تنس يوم الاختبار أن تذكر الله كثيرا وأن تلتمس رضا والديك ودعاءهما أن تحافظ على أذكار الصباح والأدعية اليومية خاصة دعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أن تأخذ الأدوات المطلوبة فإذا دخلت قاعة الامتحان وشعرت أنك نسيت جميع ما ذاكرته فلا تقلق هذا شيء طبيعي فالذهن يستدعي المعلومات المطلوبة عند الحاجة إليها فأنت مثلا لا تستطيع أن تسرد أسماء كل من تعرفهم في لحظة واحدة لكن بإمكانك أن تذكر أحدهم بمجرد رؤيته وهكذا المعلومة فغالبا تذكرها عند رؤية السؤال وليس للاختبارات أدعية معينة لكن هناك أدعية تناسبها مثل رب شرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم اهدني وسددني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين واحذر الغش فإنه مضر بالدنيا والدين وبعد الامتحان لا تنشغل بمراجعة إجاباتك وانشغل بامتحان اليوم التالي وإن تذكرت خطأا فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ترجمة نانسي قنقر